بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل كلامنا عن الårي كنا تكلمنا قبل كده عن الاري habPreis بس تكلمنا عن حاجة اسمها الone dimensional array النهارده هنتكلم عن حاجة جديدة هي two dimensional array يعني ايه two dimensional array ديت الاري مش شرط ان هو يبقى صف واحد ممكن اتعامل معاه زي الماتركس يبقى مجموعة صفوف يبقى جاي بالشكل بتاع الجدول يعني جايين وعملين حاجة كي انها عاملة كده مجموعة بيانات بالشكل ده جدول كده ومتقسم لي صفوف ولي اعمدة طب ده هستفيد منه في ايه احنا كان المثال اللي كنا بنتكلم عليه اليومين اللي فاتوا او المحاضرتين اللي فاتوا دول كان بيتكلم عن الري اللي هو بتاعة درجات بس في الحالة بتاعة الدرجات الاولانية ده كنت بدخل درجات لطالب واحد نفرض ان احنا عايزين ندخل بينات لعشر طلاب كنا هنضطر نعمل عشرة الري من الشكل اللي احنا كنا عاملينه قبل كده دلوقتي انا عايز اجمع كل دول في الري واحد فهيكل واحد في بيان واحد في فارياب الواحد بحيث ان انا كل ما استدقيه محتاجش ان انا استدقي عشر حاجات طيب اعمل ده ازاي بقى على الكمبيلر بتاعي او على البرنامج بتاعي بقول له مثلا ايه اف عشرة وي خمسة معناها ايه انا بقول له اعمل لي الري متكون من عشر صفوف وخمس اعمدة جدول هي عشر صفوف وخمس اعمدة متريكس هي عشر صفوف وخمس اعمدة طيب ابدأ ادخل في البيانات ازاي 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 اقدر ادخل البيانات فيه هقدر اعمل قوس كده وقوس كده مش دول قوسين بتاعي البيانات اللي كنا بندخلهم قبل كده هدخل اول صف اول صف هو وانهايته قوس وبعدها كمه تاني صف تالت صف رابع صف خامس صف طبعا احنا عشان عاملينه كبير فده هيدوخنا شوية انا صغر الصفوف شوية هخليها تلاتة بس اهو هادي انتر كل واحد منهم في خمس درجات هخش جواه هديله الدرجات عشر خمستاشر مثلا 14 12 14 هادي كده اول بيانات اول صف طب لو حطيت هنا زيلو تاني صف كله خد صفار لو حطيت هنا تلاتة تالت صف خد كله تلاتات طب ازاي اعرض البيانات ازاي اعرضه وازاي ادخل فيه بيانات ما اسمحلوش ان يعني عايز البيانات اليوزر هو اللي يدخلها فاكرين الامبوت اللي كنا عملناها للقرية العادي هي هي بس مع فرق انا هعمل هنا اتنين قرية nested قرية ليه nested loop سوري انا هعمل اتنين loop nested loop طب ليه علشان انا البيانات عندي هنا علشان اعمل لها اكسس في القرية الاولاني كنا بنقول له ايه قوس كده واحد خلاص كده انا لات العنصر الاولاني هنا في القرية انا بندها بشكل مختلف ايه اف زيرو وزيرو انا بقول له البيان رقم زيرو في الصف الزيرو يعني هتاخد اول صف الزيرو والزيرو نوريها هنا على الرسم انا هنا كده ده زيرو واحد اتنين تلاتة وده اربعة وده برضو زيرو واحد اتنين تلاتة الخانة دي اسمها ايه ايه اف زيرو وزيرو الخانة دي ايه اف زيرو واحد الخنة دي AF0 و2 الخنة دي AF0 و3 الخنة دي AF0 و4 AFI وJ I بتتغير من جوة من الانر لوب من الداخلي والجي بتتغير I هي ما بتتغيرش I ثبتة هي الخارجية والجي هي اللي جوة هي اللي بتتغير لحد ما تخلص تمام نشوف شكل اللوب ممكن يبقى عامل ازاي معنا هنا لو جينا قلنا له 4 INT I بتساوي 0 وI أقل من مين مين اللي ما بيتغيرش في أول صف مين اللي ما بيتغيرش في أول مرة اللي هي العدد الصفوف اللي هو كام 3 وI بلاس بلاس هقول له يا سيدي 4 INT J بتساوي 0 وجي أقل من الخامس والجي بلاس بلاس هطلب منه يعمل لي ايه ثقاوت A of I وJ وهعمل بعديها ايه تاب علشان خاطر نتفرج على شكل الخط بتاعنا او شكل الكتابة بتاعتنا بدون ما ايه ما يدخلوا في بعض طلع لعشرة خمستاشر اربعتاشر اتناشر اربعتاشر اصفار تلاتة اصفار اه هو التاني خد اصفار عشان انا ما كملتش لما حط رقم غير الزيرو البقية ما بياخدوه الزيرو بياخدو اصفار بياخدو زي اللي قبلوهم اصفار طيب احنا لو شفنا كده لما جينا عملنا رن اطلعوا كلهم في سطر واحد طب انا عايزهم يطلعوا مصفوفة تحت بعض كنت هحتاج اعمل ايه كنت هخصص الجزء بتاع C دوت هنا كده كنت هزبطها بقى بالاقباس واجي هنا كنت هفتح بعد الفور لوب دوت قوس وهقول له هنا كل مرة تيجي تدخل ال I مرة تانية اعمل C out ال end line تمام؟ دلوقتي الفور لوب دي بعد اما تخلص اول اتريشن منها هيبدأ يشوف السطر ده وهو طالع للبعده فيعمل end line طب نجرب كده نهيه طلعت فعلا بشكل مصفوف طب لو عايزين نعمل C in نفس الاثنين لوب بالزبط وهعمل C in لو عايزين نجمع البيانات اللي فيهم نفس الاثنين لوب وهنعمل الصمت تمام؟ طب لو عايزة بعته الفانكشن زيه زي الري العادي بابعته باسمه هادي جدا بس الفرق طبعا في الهيدر بتاع الفانكشن بدل ما كنا بنعمل قص واحد هنعمل اتنيه اتمنى اكون افادتكم في الدرس ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر